خبزة الشباطة بالزيتون اول شي طحين على البروتين ملح وخميرة وحطينا مي نخلطون بس يتكون عجينة بهالشكل منزيد عليها زيت الزيتون راح جميع غطية وبتركب حرارة الغرفة نص ساعة بعدين بعمل اول مد وطوي اربع مرات وبقلبه بالشكل الرح تشوفو لحتى نحصل على سطح عمس احنا ما عم نعجن هون هيك الكلوتن تقريبا بلش يتفاعل نص ساعة ورح اعمل ثاني مد وطوي بس هالمرة بدي حط الزيتون اكيد اللي غسلته قطعت ونشفته كتير منيح وكمان عملنا مد وطوي ومنشكلها هيك ونتركها نص ساعة هلا نقلتها على جاطم ربع وشكلتها بهيد الطريقة وبحطها خلال الليل بالبراد طبعا العجينة بتتأثر بينو على طحين وكمية المي اللي حاطينا فاكيد ممكن يكون قوامة كتير رخوا معكن لهيكي حطوا طحين وقطعوها بهيد الطريقة ونقلوها دغري على الصونية اللي بتكون تخبزوا فيها اكيد تحطو لها ورق زبدة وتتركوها تقريبا ساعة بحرارة الغرفة بتحمل الفرن على 230 رفو الوسط بتحطوا قطعة تلج بهيد الشكل وبعد عشرين ديئة أطيب وأحلى تشباطة بيطلع عندكن راستك وطرية كتير من جوا فيكن تعملوا فيها الصندويشات اللي بدكن اياها واللي عبالكن ما تنسوا تكتبو لي بالتعليقات اذا راح تجربوا الوصفة وتبعتوا لأكيد تطبيعاتكن وخبروني اذا فيش نوع خبز حابين نصور وصفته وصحتا